ميديا ماج اينتقادات متاع التوينسى اللي قولوا احنا مش مستنسين بمثل هذي اللقطات في القنوات التوينسى وزوز اراء اتقاس ومعنى هاتقسمة الاراء متاع العبيد بعد الحلقة وكان برشا كما قلت لكم اللقطة ذاية كان تحديد برشا توينسى على مواقع التواصل الاجتماعي من عرش انتم ما تفرشت ولا ليه وشنا يا رايكم اينما تفرش ما شفت عالفيسبوك برشا برشا لقطات وكل اون مفهمتش قاعدت انتابع انتابع باش اللي فهمت شنية الحكاية قنواتي. اه حاجة كيف نهيدي. قبل اه. كيف نهيدي هاكا في تلفزة. اه. بشنو تنجم تقلق مثلا. شكون تقلق شنو. تقلق التوين ستاو. لكان وقبل ما يتقلقوش. حتى اقبل انذكر انا وقت كانت حتى تلفزة نواري بلونك كانت عادية فليم مصرية وكذي وفم الاشي اذي وما انتقلقوش. وما عمري مريد. انا وقت عالتيسبوك ق lil прогتوس و حكي قلو ونا فماش. ايه. دونك مايتقلقوش فهمت اه دوة و اخذت و خذت معناها ما رحكي. اهمل المشكل انو. مخدومة لحكي. كيفش? مخدومة لي انو ربني مش مسجل. كانتت cultures تتتتنتحى. اه فمى ما غير مرحن رب نحاش هيا. فهمت معناتها اا معناتها 223. الحكاية وراه وفما برنامج وراه باش انه تتعدى اللقطة اذية وباش انه تكون هكا مهيئة كل شي ولكن اذية سبونتانية اذية يعني ما بين راجل ومرته سبونتانية تيه واصلا هو تفاجئ حتى كيفجني ذريك تعليق قالوا روه برنامج حايل وكل شيء قالوا راي مرتي صعيد قالوا راي مرتي الحقيقة وجوج لهنا شوف بالله ذكرتني في فيلم تلفزاجيات واجهات مرتي ذيك ما نبوزش مرتي الهنية وجوج الحقيقة الحقيقة تعربي وليه فما اسماك سمحني تعدي رو في مسلسل توسي حماتي عرفة ما بين صالح جدي اه فين واحد هل اي حاجة كيكي اسماك هكا قبل هتعديت وكنا نتفرجوا في الافلام المصرية نحنا بلك تمام انا وجوج وين ناقف ناقف يمكن نوعا ما يمكن فما ناس صحيح متقلق ولكن فما ناس اتنافق بمعنى وانو توا في اللي عايشين فيه بالنتفليكس بالافلام بالسينما مش تقلق انو تتعدى حاجة سبونتانيكي في النكية في التلفزة وتصير عليها حوبارة متاع تحب وتتزدون المجتمع وذية مش من اخليقنا وكل شي بوسها في دارو والشق الاخر اللي يحكي وانو التوينسك يتطبعوا مع العنف ويراوك برشة تقارير متاع اللي يضرب مرته وكذا عادي ما يحكيوش اما كي جيت على قبلة كيف نكيت ولي تقوم قيمة والحقيقة من هنا يمكنني فاق مرة اخرى ولكن هاي في جات فرصة هاي استينثو مثالش يوسف والله تعرف انا وجوش ناخد كونستا اخر جملة انا شفت فما انقسام مش نرمال مع تقوي ياسر مبين المجتمع في تونس انو فما عباد تخمم ايمين وفما عباد تخمم ايصار ما فما ماش جست مليون فما ماش واحد يحكي معانتا في الوسط ويشوفها وياخذها من الوسط اللي اكتشفتو انا انو انا اكتشفتو انا اكتشفتو من العباد اللي قالت عادي تتعدى في التلفزة والقلة القليلة اللي قالت عادي تتعدى في التلفزة هما الشريح العموري امراهو اكبار في العمر نوع المال يانو تربيوا على الشيء هذيه ولي مش قابلين هاذا هما الشباب اللي متشعبين لانو عاشوا باليريزوسوسيو وكل شيء فما سوسيولوج فرنساوي كبير بارش يقول المشكلة انو كل واحد في بالو رأيه مهم لكن لانو يوه مهم متحسسنه ام 응 تشوف تكلمات راترة ابت لتبعادها في المي كومنترات هانو هبطتها التصوير على انستغرام راو النوعية متاع السابين عمره لاريدها معانتها انتع راو هذيه و تحبوا تفزدوا المجتمع اما اللي يعمل لك بارادوكس كبير انو الشريح العموري اللي مسان ده للشاي هذي هما الكبار اللي كيما قلت لك تربيه عالشاي هذي وشافوه في التلبزة قبل مع انتها اللي ما شافوهش لانو الصغار طوى ما شافوهش في التلبزة هذي شي كيما شوك نقوله نحنا اما كيما خلوا هي عبيد مستنسب نتفليكس وتفرش في فليم وسينيما ودنيا جستما هي العالم محلول علينا انا معاتش مربوطين نحنا قبل كنا مربوطين كان ببتون السبعة وواحد وعشرين وذيك تول تلفز محلولة وحضرات تعديت وثقافات مختلفة فانا نحترم الزوس اراء ما نحب نعمل جوست كومنتيغ على كلمة تحبوا وتعلموا ولادنا الفسيد والعنف والدرشنورة والفسيد والعنف اللي تشاف في مسلسلات حاجة منورة العقل راوا كيف تعطي انت تصاور متع دي جون تبيح لهم انهم يبيعوا الزطلة وتبيح لهم انهم يكونوا فسايل ويضربوا بلميس ويعملوا في بنات الناس وذيك الكل هيدا مواضيع تنجم تأثر على اللي جون متاعنا بالحق معناه اللي جون متاعنا يزينا نعرفك فيش نختارو لهم فيش يتفرجوا في المواضيع المتروحة في الشكل اللي بيش تختاروا تفل صغير يختار شكل يحبوا من الممثلين المواضيع اللي تنجم تزيدوا مش تزيد تنقسلوا وقلد تهزوا في منطق اخر بعيدا واللي صار في البرنامج انتي والمجارة رو حب مهوش في سيد مانتا راجل باسمارت وحاجة مزينا عفوية 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 وعنف وقتل ودم وذرب مدروب معناه كيف تشوف حاجة هكا متاع محبة يعني ريل ريل مو اخر حاجة حاب اقولها وانو نعيشوا في تنقل حضاري كبير برشا ما بين الواقع متاعنا واللي قاعد يقدم بنا القدام وقاعد ينضربوا على الحريات في العشرة سنين اللي فاتوا على الحريات الكل وحتى تطوى في الدستور يبش تكتبوا كل شيء وما بين الواقع اللي تلقاه متاع الشباب اللي كيف مقال قنواتك بره في العشرة سنين اللي فاتوا اخر كلمة وجمش اخر كلمة عشرة ثاواني انا نستنى في رد فعل متاع لايكا حاب شوف لايكاش مش تقول في الموضوع هذي مهم انو نعرفوا رعيهم في الموضوع اسكو مو باح مش مو باح نجمو ما نجموش بوسة عدت في التلفزة فما نرمال ما رد فعل بش تتعطاه في تقارير ترجمة نانسي قنقر